اشتركوا في القناة وتجرى القراء يوم الاربعاء المقبل 20 مارس في العاصمة الفرنسية باريس ويواجه المنتخب المغربي الأولمبي ناظرة والأوكرانية والديان يوم الجمعة 22 مارس على ان يلاقي منتخب الويز يوم ٢٢٦ من نفس الشهر استعدادا للألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ يشار الى ان منافسة قادة قدم رجال من الأولمبياد باريس ٢٠٤٢٠ قد تقام خلال الفترة الممتدة من ٢٥ يوليوز الى ١٠ غشت المقبلين قد اصبح في شبه المؤكد ان يواجه المنتخب المغربي منتخبات كبيرة في أولمبياد باريس ٢٠٤ ومقررة في الفترة ما بين ٢٤٢ من شهر يوليوز الى غاية ١٢ من شهر غشت بفرنسا وأعلن الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا عن توزيع المنتخبات الأولمبياد الى ٤٤ قبعات تحزبا لقرعة الأولمبياد الخاصة بكرة القدم في ٢٠ من الشهر الجاري ووقع التوزيع المنتخب المغربي في القبعة الثانية رفقة إسبانيا نيوزيلاندا باراكوي وهي المنتخبات التي لن يواجهها المنتخب المغربي في دول المجموعات وفي المقابل بات المنتخب المغربي الذي يشرف على تدريبه طريق سكيتيوي مرشحا بقوة مواجهة فرنسا أو الأرزونتين وإحدى منتخبات آسيا، اليابان أو كوريا الجنوبية ومن المنتخبات المرشحة أن يواجهها المنتخب المغربي منتخب إسرائيل الذي يتواجد في القبعة الرابعة رفقة الدومينيك أو أوكرانيا بحين تضم القبعة الثالثة منتخبات أمريكا، مصر، مالي والثالث من المتآهلين في تصفية آسيا واعتبر الإطار الأرزونتيني إيرنان كريسبو مدرب العائل الإماراتي أن عودة لعب فريقي سوفيان رحمي إلى المنتخب المغربي مستحقة بالنظر إلى ما يقدمه الأخير في الدول الإماراتي ودور أبضل آسيا وقال كريسبو في تصريحات نقلة وسائل الإعلام رحمي يستحق العودة إلى المنتخب المغربي أنه سعيد جدا لأجله لقد لعب بمستوى عالي وصنع الفريق وهذا أمر مهم بالنسبة لنا سوفيان هو واحد من أهم اللاعبين الذين يقدمون لنا دائما أداء متميز أثناء التدريبات والمباريات وقال المدرب أيضا حاليا هو أحد أفضل اللاعبين بالدول الإماراتي وقارة آسيا ما يقدمه سوفيان داخله أخرج ملعب من انضباط وعمل دؤوب ومجهود هو كلمة سير في تطور أدائه وكان ويدر جراقي قد استدعى رحمي ضمن قائمة المنتخب المستدعى للمواجهتين الوديتين المقبلتين ضد كل من أنجولا وموريطانيا وذلك بعد عامين من الغياب أكدت قيارة فرنسية أن المستشهر رياضي للألمبيك مارسيليا مهدي بنعطية أبدى انزعاجه من تراجع المستوى لللاعب المغربي عز الدين أناحي في المباراة الماضية وأوضحت قناة RMC Sport أن بنعطية ليست سعيدا بالأداء أناحي مع الفارق حيث كان ظهره بمستوى متواضع في المباراة الأخيرة أمام فياريال في الدول الأوروبي سببا في غضب المستشهر رياضي لمارسيليا وأشر المصدر إلى إمكانية تسليط عقوبة معلوية على أناحي من طرف بنعطية من أجل تحذيره وحتية على بدل المزيد من الجهد لتحسين مرضوضي في أرضية الملعب يذكر أن عقد عز الدين أناحي مع أولمبيك مارسيليا يمتد إلى غاية يونيو 2027 وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركيت بات الدول المغربي سوفيان راحيمي مطمعا لعدد من الأندية الخارجية والأوروبية للتعاقد مع أوفل لفصلة الانتخال الصيفية وذلك بعد المستوى الجيدة التي يقدموا رفقة العيل الإماراتي وأكد موقع كورا بلوس المصري أن سوفيان راحيمي يحظى باعتمام عدد من الأندية وعلى رأسهم إشبيليا الإسباني واتحاد جد السعودي اللذين أبدأ اعتماما واضحا بالتعاقد معه خلال الفترة للانتقال الصيفية المقبلة وكان الدول المغرب البالغ من العمر 27 سنة قد قال الفريق دير الإماراتي إلى التأهل لنصف نهاء دوري أبطال أسيا على حساب النصر السعودي من خلال تسجيل ثلاث أعداف في مجموعة المبارياتي الذهاب والإياب يذكر أن عقد سوفيان راحيمي مع العيل الإماراتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل علما أنه سجل حتى الآن سبع دي الأعداف في الدور الإماراتي للمحترفين ذكرت تقارير إيطالية أن يوفونتوس يتابع عدة لعبين من أجل تعزيز خط وسط ديالو في سوق الانتقال الصيف المقبل ومن الأسماء التي يتابعها الدول المغربي سوفيان المرابط المعار لمانشيستير يونيتد وأكدت صحيفة لغازيتا ديالسبور أن المدير رياضي ليوفونتوس غين تولي حدد قائمة اللاعبين المستهدفين في الميركاتو الصيفي من بينهم سوفيان المرابط والذي حظي باعتمام كبير من نادي السيد العجوز قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأشر المصدر إلى أن اليوفي سيتحرك عند نهاية الموسم الجاري من أجل إعادة المرابط إلى الدولي الإيطالي وهي الفكرة التي يرحب بها اللاعب يذكر أن عقد سوفي المرابط مع فرونتينا ينتهي في يونيو 2025 وسيرغب النادي الإيطالي في الاستفادة منه ماديا وذلك ببيعيه في الصيف المقبل تحدث سبع تقارير صحفية عن رغبة يوفونتوس الإيطالي في التعاقد مع الدول المغربين وسلم زراوي ظاهر نادي باير ميونيخ الألماني وحسب صحيفة كوريري ديليس بول إيطالية فإن يوفونتوس قد أجرى فعلا اللقاء مع إضاءة البيعيات لجمع المعلومات وبعد أعمال التعاقدات وذكر المصدر أن النادي الإيطالي يفكر حاليا في أسماء من قبيل ليون جوريسكا وجوسو زيرزكي في الأمام ثم ليريو الصاني ونوسر مزراوي في الخلف وكان مزراوي قد انتقال إلى صفوف باير ميونيخ الألماني صيف 2022 في صفقة انتقال حر تستمر إلى غاية سنة 2020 وذلك بعد نهاية عقده مع آيكس أمستردام الهولندي